اهلا ان كنت تتساءل عن الكذبة الاكثر شيوعا وهل توجد ركب للبطليق او عن حجم اكبر بيتزا في العالم فستجد ضلتك هنا يمكن للبراكين ان تنتج الصواعق اثناء الاندلاعات البركانية قد يحدث الكثير من الاحتكاك بين جزيئات الرماد وتتراكم الكهرباء الساكنة وتنتج صواعق برق اطول مدة قضاها انسان بدون نوم هي 11 يوما ونصف او 276 ساعة اكثر انواع الفوبيا شيوعا هي اكروفوبيا وهو الخوف من المرتفعات ايروفوبيا وهو الخوف من الطيران وهيدروفوبيا وهو الخوف من الماء واوتوفوبيا وهو الخوف من الوحدة وهل ما جر اما بالنسبة لانواع الفوبيا النادرة فانها تشمل اونومافوبيا وهو الخوف من الاسماء ونيفوفوبيا وهو الخوف من الغيوم ونيموفوبيا وهو الخوف من الذكريات وغيرها الكثير مثل شوكوفوبيا وهو الخوف من الشوكولاتة كلا لقد اختلقت ذلك اكثر من 90% من السائقين يعترفون بانهم يغنون بانتظام اثناء القيادة اكبر حلوى جيلي على شكل دب في العالم تنتج في امريكا يعادل وزنها نصف وزن قط منزلي عادي وحجمها مثل حجم 1400 من حلوى الجيل العادي يصبح الصمت محرجا بعد 4 ثوان هكذا اه لا يمكنني تحمل ذلك في انتراكتكا يوجد شلال بلون احمر كالدم يلطخ نهر تايلور الجليدي تمتلئ مياهه باكسيد الحديد وهو الصدأ المعروف وهذا ما يخلق اللون الاحمر المخيف استغرق صنع اكبر لعبة يويو على الاطلاق سنة ونصف كان وزنها اكثر من وزن ذكر فرس نهر بالغ وبلغ قياس قطرها اربعة امتار يمكن للكلاب ان تشم بشكل منفصل من خلال كل فتحة انف اكثر جزيرة نائية في العالم هي جزيرة بوفيت التي تم اكتشافها في العام 1739 تبعد اكثر من 2500 كيلو متر عن اقرب مكان مأهول مما ادخلها موسوعة جينيس للارقام القياسية العالمية شجرة اوكاليبتوس قوس قزح قد تكون اكثر شجرة ملونة في الارض مع تقدمها في السن يتقشر لحاؤها ويتغير لونه يكون لون اللحاء الصغير اخضرا فاتحا ثم يتحول الى اللونين البنفسجي والاحمر ثم الى اللون البني في مرحلة الشيخوخة ترتيب الحروف في الكلمة غير مهم لدماغك لذا ان بقيت الاحرف الاولى والاخيرة من الكلمة في اماكنها الصحيحة والاحرف المتوسطة المبعترة فسوف تقرأها بشكل صحيح الكاجو والذي يشبه شكل قفازات ملاكمة يتم جمعه من قيعان تفاح الكاجو الذي ينمو على اشجار الكاجو الدوائر الخيالية في صحراء ناميب عبارة عن ملايين من حلقات على الارض لا ينمو فيها اي شيء تزعم احدى النظريات التي تحاول تفسير هذه الظاهرة ان هذه طريقة تنافس النباتات على المياه الشحيحة يستغرق الشخص ما بين 18 الى 254 يوم لاكتساب عادة جديدة و66 يوما ليصبح هذا التصرف تلقائيا مينيتر واندرلاند في هامبورغ هو اكبر مجسم سكاك حديدية في العالم تعادل مساحته مساحة حلبة هوكي وفيه 42 طائرة و9250 سيارة و1040 قطار و260 ألف مجسم مصغر وقد كلف انشاؤه ما يقارب 23 مليون دولار اكبر عدد اعواد اسنان موضوعة في لحية هو 3500 واستغرق حامل الرقم القياسي الحالي 3 ساعات و13 دقيقة لغرس اعواد الاسنان في لحيته ابرد عاصمة في العالم هي اولان باتور في منقوليا يصل متوسط درجة الحرارة السنوية هناك الى 1.3 درجة مئوية تحت الصفر حوالي 80% من السيارة العادية قابل لاعادة التدوير وتعد اعادة تدوير المركبات احد اكبر الصناعات في بعض الدول البيزموت هو معدن ابيض هش ولامع مع القليل من اللون الوردي ان قمت بصهره ثم تركته يبرض ببطء فسيشكل بلورات مكعبة قزحية اللون الاسماك تنام فعليا وبعضها يعاني من الارق وهي في الواقع مشكلة كبيرة تواجهها الاسماك في منتزهي تشيس نات ريج بغرب نيويورك يوجد شلال صغير يسمى شلال الشعلة الابدية يتسرب الغاز الطبيعي من كهف في قاع الشلال ويمكن اشعال هذا الغاز لانتاج شعلة صغيرة تحترق خلف ستار الماء قد يمنحك الخوف شعورا جيدا لكن بشرط ان لا يكون هناك خطر حقيقي لهذا السبب يعشق الكثير من الناس افلام الرعب طيور البطريق لها ركب لكن مفاصل ركبها مرفوعة للاعلى في المكان المعتاد للورك وفي المقابل تقع مفاصل الورك بالقرد من الذيل في فصل الشتاء تمتلئ مياه بحيرة ابرهام في كندا بكرة بيضاء تشبه كرة الثلج وهذه الفقاعات الجليدية الجميلة عبارة عن تجويفات شديدة الخطورة لغاز الميثاني القابل للاشتعال لسان الحرباء ضعف طول جسمها تقريبا في حال البشر سيكون طول اللسان 3 الى 4 امتار توجد بسكوتلندا اكثر من اربعمائة كلمة لوصف الثلج الكذبة الاكثر شيوعا حول العالم هي عبارة انا بخير يظهر قوس قزح الناري في السماء عندما تضيء الشمس عبر نوع معين من سحابة جليدية وهذه الظاهرة غير مرتبطة بالامطار او النار المسطح المائي الاكثر ملوحة في العالم هو بركة جايتل في اوثيوبيا 43 بالمائة من هذه البحيرة الصغيرة عبارة عن ملح ترتد الكرة الزجاجية بشكل اعلى من الكرة المطاطية بنفس الحجم ان لم تنكسر بالطبع اكبر عدد حيال قام بها خنزير في دقيقة واحدة هو 13 يا له من حيوان ماكر لا يمكن للاخطبوت المقلد تغيير لونه فقط بل يمكنه ايضا تقمص اشكال الحيوانات الاخرى مثل السمك المفلطح وثعبان البحر وسمكة الاسد في صحاري كاليفورنيا توجد حجارة متحركة يبلغ وزن بعض هذه الصخور الشراعية 317 كيلو جرام ويتحرك معظمها في خطوط مستقيمة بينما يتخذ بعضها منعطفات بيضاوية الشكل ان كنت قد اعددت الخطة باء فمن المستبعد ان تنجح الخطة الف قرون وحيد القرن مصنوعة من الكيراتين وهي نفس مادة البروتين التي تشكل الاضافر والشعر لدى البشر اطول اسم مكان في الارض مكون من كلمة واحدة يتألف من 85 حرف وهو اسم تلة يبلغ ارتفاعها 305 متر في نيوزيلاندا وكلا لن احاول حتى نطق هذا الاسم فانا اعاني من البروناون سيوفوبيا يتسلق الماعز المغربي الاشجار لتناول فاكهة الارغان التي يحبها وقد يصل هذا الحيوان الى ارتفاع 8 او 9 امتار سباكيتو هو الاسم الذي يطلق على عود الاسباكيتي الواحد في ايطاليا ستتذكر اي موضوع بشكل افضل ان اخذت اختبارا فيه قد تسخن بحيرة النترون في تنزانيا حتى 60 درجة مئوية مياه هذه البحيرة حامضة جدا لدرجة ان الحموضة قد تصل احيانا الى 12 وهذا يعادل درجة حموضة الامونيا عدد قليل من الحيوانات قادر على العيش في هذه البيئة ومن المفارقات ان هذه البحيرة هي المكان المفضل لتربية سرب من طيور الفلامينغو سيساعدك اغلاق عينيك على تذكر المزيد من تفاصيل الحدث الذي تحاول استرجاعه توجد غابة صغيرة في بولندا تنمو فيها حوالي 400 شجرة صنوبر مع ثانية بمقدار 90 درجة في قاعها اعلى ارتفاع قفزه شخص على عص القفز يزيد قليلا على 3.4 متر ويعادل هذا ارتفاع شخصين تقريبا فوق بعض التل المغناطيسي في الهندي هو امتداد صغير لطريق يميل الى سحب السيارات للأعلى ان اطفقت المحرك وتركت سيارتك تقف على الوضع المحايد فستبدأ في التحرك لوحدها بسرعة تصل الى 19 كيلو متر في الساعة اسرع حيوان بري وهو الفهد لا يستطيع ان يزأر وبدلا من الزئير فانه يصدر اصوات تشبه اصوات القطط المنزلية اربعة انواع من السنوريات فقط يمكنها الزئير الاسد والنمر الارقط والجاكوار والنمر حبوب الفولي السوداني ليست مكسرات حقيقية بل تعود الى البقليات التي تنتمي الى نفس عائلة الفاصوليا والبازلاء والصويا والعادس الجزر الصغير عبارة عن جزر عادي مقطع تلتقط رياح احيانا قطرات صغيرة من حمام براكين نشطة وتحمل هذه القطرات لمسافة بعيدة عن الفوهة وتتمدد الى اسلاك زجاجية رفيعة جدا تسمى شعرات الحمام وقد يصل طول بعض هذه القيوط الى 1.8 متر يصبح الناس اهداء واكثر انتاجية في الغرف الزرقاء والخضراء تحب القطط الصناديقة لانها اماكن اختباء ممتازة لا يمكن لاي احد التسلل اليها من الخلف ويمكن للقطط مراقبة محيطها دون ان يرها احد اليونيكورن هو الحيوان الوطني لاسكتلندا رغم ان هذا الحيوان خيالي المعثرة لقد نسيت ان انبهك باني على وشك كشف هذه الحقيقة الزائفة حوالي 25% فقط من الصحراء الكبرى عبارة عن رمال بقية المنطقة مغطاة بحصى وتعج بجبال وواحد تسمى مجموعة من حيوان النمسي باسم بيزنس بالانجليزية وتعني عمل او وظيفة ينفث بركان كوا ايجين في اندونيسيا غازات كبريتية ساخنة وقابلة للاشتعال وعند اختراقها السطح الصخري تتلامس مع الاكسجين وتشعل لهبا قد يندفع الى ارتفاع خمسة امتار في الهواء ويبدو بلون ازرق فلادي من المستحيل ان تعطس اثناء النوم وذلك لان دماغك يطفئ ردات الفعل المنعكسة كلما زادت البدائل لدى الناس صعب عليهم اختيار شيء معين من بينها وتسمى هذه الظاهرة مفارقة الاختيار الجزيرة الاكثر كتافة سكانية في العالم هي سانتا كروز ديل ايسلوت الواقعة قبالة ساحل كولومبيا تعادل مساحة هذه الجزيرة الاصطناعية حجم ملعبي كرة قدم لكن تحتوي على عشرة احياء واربعة شوارع رئيسية ويعيش حوالي خمسمائة شخص في مئة وخمسة وخمسين منزل هناك تضع انثى الاختبوط حوالي ستة وخمسين الف بيضة في المرة الواحدة وعندما تفقص صغار الاختبوط لا يزيد حجمها عن حجم حبة الارز اكبر فيزا في العالم كانت اكبر بمرتين ونصف من ملعب كرة السلة واطلق عليها اسم اوتافيا وكانت خالية تماما من الجلوتين تبدو اعاصير النار مثل اعمدة نيران دوارة وتحدث في الغالب عندما تحرك الرياح نارا مشتعلة بالفعل وقد يصل ارتفاع دوامات النار ضخمة جدا الى ثلاثمائة وخمسة متر قد يؤدي التعرض للكثير من التوتر الى تغيير خلايا الدماغ والروابط بينها وحتى طريقة عملها النعام لا يخفي رأسه في الرمال لكنه يحفر حفرة في الارض ويستخدمها كعش وبعد وضع البيض تضع النعامة رأسها في الحفرة بانتظام لقلب البيض يستهلك الحوت الازرق ما يقرب من نصف مليون سعرة حرارية في الوجبة الواحدة وهذا اكثر بمائتين واربعين مرة من الطاقة التي يحتاجها لجمع قرديس البحر في فمه عندما اخترعت مازحات الزجاج الامامي الاولى اعتبرها السائقون تشتيتا غير ضروري ولم يدركوا اهمية هذا الاختراع الا في وقت لاحق بلغ اكبر عدد اشخاص ارتدوا قبعات اكوبرا في تجمع واحد 1912 وقد وقع هذا الحدث في استراليا يميل دماغ الانسان لتذكر الاشياء السيئة اكثر من الاشياء الجيدة لهذا السبب تحتاج خمسة احداث ايجابية لتتجاوز حدثا سلبيا واحدا بحيرة هيلر في استراليا وردية اللون ومن المستبعد ان تشكل مياهها خطرا على الناس لانها تعج بالاسماك ومع ذلك لا يسمح للسياح بسباحة فيها وهناك احتمال بان لون البحيرة الغريب ناتج عن بكتيريا او طحالب او تفاعلات كيميائية نميل الى البحث عن وجوه بشرية حتى في الجمادات وقد يفسر هذا الوجوه التي يراها الناس على المريخ وعلى القمر يقضي السائق العادي خمسة اشهر من حياته امام اشارة المرور الحمراء في سيارته تتحول طيور الفلامانجو الى اللون الوردي لانها تستحي كلا بل لانها تأكل نوعا معينا من الطحالب الخضراء والزرقاء والروبيان الملحية تحتوي هذه الكائنات على صبغة وردية طبيعية تؤثر على لون الطير قرش جرينلاند هو اطول معمر معروف من الفقاريات يبلغ متوسط عمره ما بين مائتين وسبعين وثلاثمائة سنة لكن بعض اسماك القرش قد تعيش حتى اربعمائة سنة لو قررت عد جميع الخلايا العصبية في دماغك فسوف تستغرق العملية حوالي ثلاث الاف سنة تعد ان تركتك القارة الاكثر جفافا وبرودة على الارض ففي هذه القارة تم تسديل ابرد درجة حرارة في العام 1983 والتي بلغت 89 درجة مئوية تحت الصفر كما ان اكثر الاماكن جفافا على الارض موجود في انتركتكا وهي الوديان الجافة فلم يشهد هذا المكان ثلوجا او امطارا منذ ملايين السنين في كوستاريكا يمكنك قضاء ليلة في دار ضيافة فاخر مكون من غرفتين نوم ومصنوع من طائرة بوينغ 727 معاد تدويرها تعود لعام 1965 لكن لا تنسى ربط حزام مقعدك توجد فعليا ورود صحرائية تنمو في اماكن شديدة الجفاف تغمرها المياه في بعض الاحيان وتتحول البيئة من جافة الى رطبة ثم تصبح جافة مرة اخرى مما يسمح لبلورات الجبس بحصر حبيبات الرمل وتكوين بتلات مسطحة لا يتظاهر حيوان الابوسوم بالاغماء فقد يفقد وعيه بالفعل عند الشعور بالخوف الشديد لا يعتبر دماغ الانسان المواعيد النهائية الطويلة الاجل مهمة كما يفضل الناس المهام العاجلة غير المهمة لانهم يعلمون يقينا بانهم سيتمكنون من انجازها قد يساعدك القليل من التوتر على تذكر الاشياء بشكل افضل لكن الكثير من التوتر يعيق ذاكرتك صنع اكبر هرم بشري تحت الماء في تايلاند وتكون من 62 شخص اجل اود ان اكون اسفل هذا الهرم اكبر ثوبان في العالم هو الاناكوندا الخضراء فقد يصل طول هذه الزاحفة الى 5.5 متر اي بطول ثلاثة اسر تعد توكيو اكثر مدينة مكتظة بسكان في العالم يعيش فيها اكثر من 37 مليون نسمة صواعق كاتاتيمبو هي ظاهرة فريدة تحدث لمدة تصل الى 260 يوم في السنة في فينزويلا يمكنك رؤية ومضات صواعق فوق سطح بحيرة ماراكايبو اكثر من اي مكان اخر في العالم حوالي 280 صاعقة في الساعة الواحدة في المتوسط يقضي الناس اكثر من 4 سنوات من حياتهم في الاكل اطول رحلة طيران تجارية في العالم في الماضي استغرقت 30 ساعة تقريبا تم تشغيل رحلة الشروقين بواسطة خطوط كوانتس الاسترالية وسافرت من استراليا الى سريلانكا في الفترة ما بين 1943 حتى 1945 وحصلت الرحلة على هذا اللقب لان الركاب حضر شروق الشمس مرتين يميل الشخص الى التشكيك في نفسه عندما يختلف معه الاخرون حتى عندما يعرف انه محق تستغرق اقصر رحلة طيران تجارية اقل من دقيقتين وتربط بين جزيرتين متجاورتين في اسكتلندا حيوان الموس سباح ماهر وهذه مهارة فطرية يمكنه السباحة بسرعة 10 كم في الساعة والحفاظ على هذه السرعة لمدة تصل الى ساعتين اكبر مجموعة من قطع تدقارية لفيلم المتحولون تشمل 2111 قطعة فريدة تظهر صحب صدفية ملونة في مكان مرتفع في الغلاف الجوية ضعف ارتفاع تحليق الطائرة التجارية ويكون الهواء هناك في قمة الجاف والبرودة وتبدو الغيوم ملونة لانها تحتوي على بلورات ثلجية تبدد الضوء في بورت سماوت تم تحويل حصن من العصر الفكتوري الى فندق فاخر يضم 23 غرفة وملها ليلي وجاكوزي وساحة العاب ليزر وجناح سقيفة المنارة لا توجد عضلات في الاصابع وتوجد جميع العضلات التي تحرك مفاصل اصابعك في ساعدك وراحة يدك يقرأ الناس الاصطر الاطول بسرعة اكبر لكنهم يفضلون الاصطر الاقصر لا يجب عليك تجربة الرقم القياسي التالي لكن اسرع وقت لتناول وعاء من الماكرونة هو 26.69 ثانية القطة تلعق نفسها بانتظام مما يمنع زيوت الجلد من التجمع على فرائها لذا عندما يبتل القط يصبح فرائه ثقيلا جدا ويشعره بالبرد الشديد اكبر لوح تزلج في العالم اكبر من لوح التزلج العادي باثنتين عشرة مرة ونصف واطول من حافلة اللندنية يصبح الناس اكثر ابداعا في المساء في حوالي الساعة العشرة مساء واقل ابداعا في العصر في حوالي الساعة الرابعة فاصل ثلاثين مساء كما تميل لاستحضار الكثير من الافكار الجديدة اثناء الاستحمام او بعده مباشرة يمكن لضفضع الكريكت الجنوبي القفز لارتفاع شاهق ما يعادل طول جسمه ستين مرة وهذا يشبه قيامك بالقفز فوق مبنى مكون من ثمانية وثلاثين طابق جرب ذلك بنفسك احدى النظريات تفسر سبب تثاؤب الناس في كونه طريقة لاظهر التعاطف فهو يساعد الناس على التألف والترابط تعد ولاية ميجالايا في الهند اكثر منطقة رقبط في العالم تهطل عليها امطار تزيد على 12 متر سنويا وهذه المياه تكفي تقريبا لتغطية لافتة هوليوود القطارات اليابانية دقيقة في مواعيدها لدرجة انه ان تأخر القطار لاكثر من خمس دقائق يحصل ركاب على شهادات تأخير يمكن تقديمها للاساتذة او المدراء لتوضيح سبب تأخر الشخص يتعمد دماغك في جعلك تشعر بالكسل لانه يعلم ان الحفاظ على الطاقة امر جيد تحتوي الكثير من الاجبان على ثقوب تسمى عيون وهذه العيون تصنعها بكتيريا تستخدم في عملية الانتاج خلافا للاعتقاد شائع لا يمكن رؤية سور الصين العظيم من الفضاء لكنه لا يزال عظيما اكبر عدد لتمرين تعلق متتالي بالخنصر هو 36 التوتر الذي يشعر به الشخص عندما يعرف ان امرا سيئا سيحدث اقل من التوتر الذي ينتابه عندما لا يعرف كيف ستسير الامور اثناء زيارتك لايداهو يمكنك الاقامة في نزل داخل كلبي بيجل يبلغ ارتفاعه اربعة امتار تقريبا ويسمح هذا النزل باستحاب الحيوانات الاليفة اطول رحلة جوية في العالم تابعة للخطوط الجوية السنغافورية وتربط بين سنغافورا والنيوارك في المتوسط تستغرق الرحلة بالكامل 18 ساعة و30 دقيقة قطر الشمس اكبر بعشر مرات من قطر المشتري في اي لحظة يتم استبدال 50 الف خلية في جسمك بخلايا جديدة هل هذا تحديث تلقائي؟ تضم الصين خمس مناطق زمنية جغرافية لكنها تتبع توقيت بيكين الرسمية فقط وهذا يعني انه عندما تكون ساعة الخمسة مساء في العاصمة فان الوقت يكون نفسه في اقصى غرب الصين على بعد 4900 كيلو متر تتجعد اصابع يديك وقدميك بعد قضائك وقتا طويلا في الماء حتى يسهل عليك التقاط الاجسام المبللة من المستحيل ان تبعد حاوية القمامة اكثر من 30 خطوة منك في اي من ملاهي ديزني لاند ومع ذلك هناك اشخاص لا يرمون القمامة في مكانها تشعر القوارض بالدغدغة ان دلكت اجزاء معينة من جسمها فستصدر زقزقة عالية النبرة مماثلة لضحكة الانسان رغم اننا نشعر ان الوقت يطير عندما نقضي وقتا ممتعا الا ان ذلك غير صحيح لكن من المرجح ان تتذكر ما فعلته بشكل اكثر تفصيلا يمكن للكلاب ان تحلم بامور خاصة بها مثل مطاردة الحمام او النباحي على الكلاب الاخرى تصدر رائحة جميلة عند سقوط الامطار على ارض جافة بفض مزيج الاوزون والزيوت النباتية والبكتيريا يوجد نظامنا الشمسي داخل القطاع الشمسي او سولر نيبرهود وهي نجوم لا تبعد اكثر من 15 سنة ضوئية عن شمسنا مسج الموزي مع مسحوق الكاري هو حشوة بيتزا حقيقية ورائجة في السويد العسل لا يفسد وهذا يعني انك ستكون بخير بعد تناول عسل عمره 3000 سنة لم تكن السيارات الاولى مزودة بعجلة قيادة وعندما احتاج السائق الى اللف استخدم مقبضا خاصا قد يحمر الديكورومي ويحدث ذلك عندما يكون الطائر خائفا او منزعجا او مريضا او متحمسا قام باحث تقنية النانو في فرنسا ببناء اصغر منزل في العالم هذا البناء صغير جدا لدرجة انه لا يتسع للعث ومع ذلك فانه يحتوي على سبعة نوافذ ومدخنة وسقف مغطى بالقرميد واخيرا فان المحيط ليس ازرق اللون في الحقيقة فالماء يمتص جميع الالوان من الجزء الاحمر من طيف الضوء مما يخلف اللون الاخضر المزرق الذي تراه هل استوعبت كل هذه المعلومات؟ جيد ان تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو اعجابا وشاركه مع صديق وإليك فيديوهات اخرى ستحوز على اعجابك بالتأكيد انقر على الفيديو الايسر او الايمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة اشتركوا في القناة